في وصية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أريد أن آمر بالمعروف وأنها عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وعليهما من مميزات السيرة رسول الله في الحكومة وسيرة أمير المؤمنين في الحكومة أنه لا يوجد مورد واحد للغادر بينما نجد في سيرة أمثال بني أمية وبني العباس من من حكموا باسم الإسلام الكثير الكثير من موارد الغادر الغادر هو بمعنى أن يعطى الأمان لشخص أو لجماعة ثم لا يفي بالأمان الذي أعطى الأمان ويقتل أو يسجن أو يصادر هذا هو الغادر هذا هو لا يجوج في الإسلام ترجمة نانسي قنقر